شخصية وصورة شخصية عالمية بامتياز هباع كبير في مجال الرياضة نعم في مجال الرياضة وكان له اسم مخصص وضع بصمته على أرض العالم بشكل عام فعرفه المجتمع اليمني والعربي والعالمي ما بعطي تفاصيل أكثر وإنما بعطيكم صورة الموجودة في الميدان وإنتوا عليكم فقط أنكم تتعرفوا على صاحب شخصية حلقة اليوم حيات حيات من وينت؟ يا حيات من هذا؟ من هذا ما تعطي قائزة أنا ما شاش قائزة ما شاش قائزة؟ أول مرة لأقوحي ما شاش قائزة من هذا؟ ما شاش قائزة؟ ما شاش قائزة عبدالله سببع بزي بس ما شاش قائزة لا مش ارجونا معك قائزة لا أرجونا معك يا قائزة كيف حالك؟ الحمد لله إلا إلا تخيفني إلا 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 تخيفني إلا كيف حالك؟ الحمد لله عرفين بإسمك؟ أيوة إسمك إسمك؟ سائل أغار من نشاد من وين؟ رعب وازعية الوازعية الوازعية ما تتكون حلوة في الصاف الا في الشتاء الشتاء والصيف أش أحلى حاجة فيها؟ الشتاء ليش الشتاء؟ لأنه برود كنا إنه باردинг برود القو بارد والحماء الحماء يشد حارة عن شوية حب الحار ولا الشتاء الشتاء وانا حب اللي يعرف يقاب قبل قائزة من صاحب هذه الشخصية هذا رياضي من صاحب هذه الصورة احمد راضي من احمد راضي من احمد راضي لو قلنا احمد راضي من احمد راضي عراقي قزائري انا اشتك تعطيني اسمه ومش هويته اسمه احمد راضي من صنعة قلت قبل قائل رياضي عراقي مدر قزائري من الاخير من الاخير يامني او لا مش يامني لا قزائري قزائري خطأ عراقي شكله يوحي بايش شكله يوحي هذا عفارة عفارة مين من عدن لا السلام عليكم عليكم السلام كيف الحال؟ احمد صالح من المهرة من المهرة يا حياب المهرة اهل المهرة لماذا المهرة حلوة؟ المهرة طيبة وناسها اصيب مين صاحب هذه الصورة؟ اعطيك جائزة هذا سداء لاعب لاعب مين اللحظة؟ انت مش عارف مين؟ مش عارفين مين؟ مين؟ ما عرفتوه؟ لاعب رياضي يمني لا مش في المهرة يمني راعب متميز السلام كيف حالك؟ الحمد الله كيف حالك؟ خير مالك يقول اه بعد تفكر يعني من مين؟ من موالد مهرة من الصومال اسمك؟ مصطفى عظمان عبدالقدر علي بلاي حسب حياك يا مصطفى مصطفى انا عندي صورة اذا عرفت من صاحب الصورة اعطيك جائزة يا الله من هذا؟ احمد علي المريزي عادك ما شرتش الصورة؟ لا انا هي اف صورة هذا لعب يمني لعب يمني؟ ايش اسموه؟ احمد علي المريزي لا احمد علي محسن المريزي احمد محسن المريزي ادي لي اسم الحقيقي هنا طيب من وان تعرفه؟ اذا عرفه انا لاني تابعه في اليوتيوب قناة رياضي مريزي ايش تعرف عنه طيب من معلومات؟ اعرف انه لاعب كرة وايش سوى؟ واو قد لعبه ريال مدريز في الف سعمية هو ثالة وخمسين واحد ستين ايضا؟ اه واحد ستين ايضا؟ نتيجة قامت خمسة ثلاثة عم اول لاعب هدف على ريال مدريزي انت ريال مدريز ولا برشلونة؟ او برشلونة انت برشلوني؟ ألف مبروك ألف مبروك المريزي هو فعلا لاعب متميز استطاع ان يحصل على شهرة عربية كبيرة عاش في جمهورية مصر العربية لعب مع منتخبات مصرية وكان اول من فجل نعم في نادي الزمالك وكان اول من هدفه في ريال مدريز العامي 1960 ولانك مين؟ اسمك مرهانية؟ مصطفا عدما عبدالقل مصطفا مش لانك جوابت صح لانك برشلوني ويعيش برشلوني الله الله حيوا يا جماعة لاني برشلوني عبر ألف مبروك حصلك على جعيزة اليوم شخصية وصورة وثلاثين ألف ريال في محافظة مارد علي محسن الموريسي من موالدي ألف وتسعمائة وأربعين للميلاد في جنوب اليمن لاعب كرة قدم ولاعب القرن في اليمن الموحد في استفتاء رسمي جريا في عام الفين يعتبر أبو الكبات أشهر لاعب في تاريخ الكرة اليمنية وأنجح محترف مثل الكرة اليمنية في صفوف نادي الزمالك المصري وهو اللاعب الوحيد الذي لعب في منتخب مصر مع أنه لا يحمل الجنسية المصرية التي اعتذر عن قبولها بسبب حبه وولائه اليمن تشهد عدن كل سنة بطولة رمضانية لكرة القدم لأندية عدن والمحافظات المجاورة لها لحج وأبيان الضالع تعز وحضر موت وشبوة على كأس الموريسي انتهت نسختها السابعة عشرة بتتويج التلال بطل للمرة الثامنة أنذاك بدأ ممارسة كرة القدم في نادي الغزال بعدن الذي حمل لاحقا اسم نادي الشعب ثم الميناء قبل أن يذهب للدراسة في جمهورية مصر العربية عام 1950 سكن في الدقي وعاش مع أسرة مصرية ولعب كرة القدم في حواريها ولفت الأنظار إليه من خلال لعبه لكرة القدم بشكل متواصل التحق إلى نادي الزمالك في العام 1956 وبلغ ذروة تألقه الكروي مطلع الستينيات من القرن الماضي عندما حقق لقب هداف الدوري المصري كلاعب محترف في الزمالك أطلقت عليه الصحافة والجماهير في مصر عدد من الألقاب منها أبو الكباتن، الوادي اليمني، السفير الأول، علي اليمني، الهداف، الهرم الرابع، وعابر القارات انتقل إلى جوار ربه في نوفمبر عام 1993 وفي صنعاء أطلق اسمه على أكبر ملعبها الكروية ملعب الموريسي موسيقى يا ميت أهلا وسهلا في هدراع الماشي وفي كل الشخصيات الجميلة والرائعة اللي بنلتقيها وداحل قولوا طبعا لش مبتسمة أنا قبل اللقاء قفز علينا شبه كلب، مش كلب شبه كلب كذا بس ما قفز يعني كان قيله هنا والرائع حامل حما صده بالعصى تعرفنا على نفتك أنا أخ فرحان محسن أحمد التويدي حياك حياك من أب حياك كيف حالك عم فرحان؟ محمد الله نشكر كيف اخبار أب وأهل أب؟ جنة جنة الله في خلق لأن عمالة موكية ماشاء الله ماشاء الله من وين من أب؟ أنا أعرف أب كلها من ذاتها راتها من وادي بناء من استدامنا تويدي يا حياة يا حياة أحلانات وأروعنات كيف صحة أكب الدنيا معاك؟ محمد الله مشكلة الله يعطيك العافية يا رب محمد الله أب القميلة الرائعة الخضراء اللي متميزة برحابة قلوب وطيبة أهلها بتتميز بإيش كمان؟ بكل شيء كل شيء موجود قالوا من أهلها دمام خفيف جاهل ومعنى الله ما جاهل أعني بسر أعني بسر أعني جاهل متزوجة يوه متزوجة كم؟ واحدة والثانية ويني؟ مال ثانية ما قيناها قتل مراحلة جيتولة وأصبها قتل معاصبها؟ قتل معالك إحنا معانا ثلاث واحدة معا ثلاث متحملانهم في السيارة بسارحين راقعين، سارحين راقعين ما احنا جزارين نودي هني هنيها، دوها مودي تشي وحدة هني أيوة لك شحاني، قتت حالة طول عامي محاني من ديلا 74 عادة تاس يا ويلك علي لا يا ويلك لا مضاربة يا ويلك يا ويلك هي صاحب لها ومثال نية مدرشة تنفي قمت دلت معه وتبعيه إنا بكرت قلت لها العلس العنماية واسمت بإصحاب أب بدري كيف نعم والله أنت هو أوفيه هاي وقلت لها العلس العنماية بكرت قلت لها العلس العنماية الأمس بالعشين ما هي عدة السكاكين والمقاسم والمحاوش طلعتني الجاهات هذا الله يحفظ له كثير نها الضوض ما تروح لها الجاهة والله أنش أقول لها الصدق لها نروح ببعضي ولها ما بفايدة يا قادوا على الضربة ليش سحصلوا لما على الضربة، قاد نعم البعضي شواجه للي ضربة ضربة للموصنة الله يا فدا يكارب معاك أولاد؟ معايا يوى خمس أولاد ما شاء الله أولاد لبناك؟ سرعة درات سرعة درات سرعة درات سرعة سرعة درات سرعة وم انت حب أكثر الأولاد وللبنات؟ كلهم يعني لا لا الأكثر الأكثر قولي قولي الأكثر اللاحب واحد من البنات واحد بناء بأي عددية يعني زيادة طيب خلاص. الكبير ولا الصغير؟ الصغير بالصغير. ليش؟ فساهم الكبار واللهねحنا مظلومين الصغير بيو REALLY شهة محاركة عدد الكلب الكبير Ci صورش والله ما صور نا ننذي ن power من اللي يقولين من اللي يقولون اذا معمد ننفهم انهم الان اتفقنا انك تحب الكبار والصغار كلهم سعر انا خati كلهم المزار طيب ايش تشتغل انا حارس عمارة حارس عمارة الله يوفقك ان شاء الله يا رب سافرت خارج محافظة اب ما شاء الله وين أكثر محافظة زرتها؟ أكثر محافظة هنيت صنعة أيوة الله يسعدك إن شاء الله يا رب وأكثر محافظة حبيتها؟ أنا أكثر محافظة أب ما تحب الأب؟ المدينة ما لي حب أب؟ أنا ما أصدقك شنك تحب أب لو أنت تحب أب تغني لها؟ لا لا أشغني لها سلامة يا من سجنك تحب أب ما قال لي حب أب يغني أمشي غني لها؟ غني لأب أي أغنية؟ يا ريمي ودي بنا من أنت من وادي بنا ها؟ يا ريمي ودي بنا يا أخي جم أنا صوت يجوع على أخي عادي عادش نغني سواهية أقول لك العروسة ما تشيل لواحد يغني عروسة؟ ها؟ أشيل لكي بسوء حنجرة تعقيد عزوان واركي بحنجرة يذهب تضحق أبوبك هيا غني لها غني لها سير وتخبر سير وتخبر حق قرقوسو؟ يا الله ما غني لها عيش ما تغني لها من حق قرقوسو؟ أنا راضي بالسهر أغني؟ لو سهري ريحك آه أسهر لك يا أمر لو كان دا يفرحك وأعلم لك بالليبية يا عقل الناس علي أنا جيت الدنيا دية علشان أريحك الله إيه إيه يلا عادي لأولا وكسبتها أه أولا خلاص أضينا لك عروسة بحيل بحق قرقوسو خلاص حلو نزيد نشوف الثمتان الباقية ما عادش اشتنتين؟ واحدة تقس عن يمينك واحدة تقس عن شمالك ما كنا نزيد داوية اللي واح نضطر بنا داوية بس إن شاء الله إننا بتقريبها حقا كلمين يدهرب لا لا ما عليك هي من أب زوجة كله لا من أب يا ويلك على بنات أب الجمال والحلاوة والدلع والرقة والأنوسة وكل حاجة حلوة موجودة في بنات أب ما يضاربنش ما يضاربنش كيف عملت يا مالخطبة؟ طلعنا نخطب بعدها خصابنا بالعيدة الصغيرة طلعنا نعودها بالعيدة كبيرة أيو؟ وبعض ما طلعته لما تصحبها قال عيد عينيني أخطي بحقها لما تصحبتها تفتخر بك؟ اسمعي واش أقول لاش تفتخريني وأنا خرجت من عندها عادنا طلعته وما قال تغديناش آه خرجت من عنده لما تصحبها عينيني وإحنا بشهادة وأنا زعته وبحق قلبه قره أين؟ أين؟ وانا سمعي وانا دماء حرجتها هكذا وأنا تحسطها بالمخلفات وأنا على أسلحها تاك كنا الصب ملان من حق البقرة ما بعدها يزعزوا الجاي الجاي ما عادتها عودتها ما عادتها عودتها شدتها صبان تصحوا وطفوا حدو أدها في الموقف هنا أقول مع عبدتين فصل عمري نعم عادتها وشكلك عاد حرمت عادت عود عليها نعم عادتها صبان تصحبان تجريمها بجائزة أي ايش كان موقفها دور ودور 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 مع بعض ورقة هاين أعد لك وقع تظهر بذلك المنظر هاين مرح خالص بععد ذلك الكارثة ما حد عادي ظهر 6 وسبان تصحب 6 وسبان تصحب انا خطيرا طيب أنت لما اخترتها هي كانت يعني باختيارك أنت ولا باختيار الأهل الأختيار أنا باختيار أنا ايش عرفتها منين عرفتها هي ابنت عمي هااااااا وعيشهم سواء مع بعض وعيشين لحد تلال مع بعض الله يسعدكم إن شاء الله يا رب. الله يسعدكم يا رب. صحيح الحياة الزوجية تحتاج إلى شد وقذب وقفة وفعلية. كفاح طول الزمن. بص أنت قلتنا قبل اللقاء قلتنا أنا أنك متزوج تقريباً محدة بالسر. أنت قلت ليه؟ أنت شيء دربش بها لا أقول لها شيء. لا أقول لها شيء. السنة دي بدري ما لهم يخاف. أنا أقول لها السنة دربش. أنا والله يمضار به. ماني؟ حلاف. قلت له شيء نجير أربعة وسبعين. هذا حديث. أشاء الله ما شاء الله صلت عنك. لا تتعلم قلتك عين. الله يحفظها ويحميها إن شاء الله. إيش إيش إيش. مواقف كثيرة مرف عليك في الحياتة. احفظة ملاا. أنا أشتي موقفك مع المقنون. ها؟ مع المقنون. مع المدية ملجون. ديلي موقفك مع المقنون. قلني مرة كلنا بالبلاد وأنا مريسة بعد الغدرة. وبعدها لأبكوري بعد الغداء. جالوا فلان مات. فلان مريض. من سنة صحفة. قلتوا هاي سن العيوني بعدها كان مخزين شوية كنا نقول لي عن عبد الدلالقات الدلالقات ابنا يستطيع سن العيوني قال شعيب قال وكان نخاط عمي عبد الله الرحمي شعيب قال على سيله نتكيب قال لي بله ورواحنا نأخي قلنا سرحاولهم السيارة صالوا وصلوا لديهم ميت قالوا ماشي قلنا لحاولهم على قوت الله بي قالوا عندي رديوثة السيارة شاس نزلتوا منعهم للسدة وابي كان يقود للسدة قلتوا عندي يا ابا عبد الثاهر ماتيح نقول فرها اليوم قلتوا منعهم يضحك يادا ما ردوا الله ميت قال اسمعي والدي قلتوا ايش قال انا قد ذكنتوا علاقات جنب السدة انت رجد هنا وابكر الدين وانا عدلواح معهم قلتوا لا تمام بكى الله تروح له يهم وانا لقيت نفسي ودى لي ضرب تتخزن فيه لها ساعة عشرة بالله عنده واحد وبي معاه قروفي جنب الجانب والقد ما ردوا بكى الله؟ لا نلقات وعى بكى يديهم ثانى ايوا ابي معاه قروفي جنب الجامع بس دينا ساعة عشرة باللهل وصلت القرصة وصلت نظرتها وكنسها وخرجتها والكهربا والا وما يشبهها حمامة الحمامات حق الجامع سد خلت للجامع انا وصلت الحمامات حق الجامع ومجنون اللقات مازوها لسط القرصة من غير ما دريق من غير ما دريق انا وصلت للحمامات طيب؟ وأنا بسط الحمامة الكهرباط في شات خلصنا الحمامة وأطفوها غرفة وأغلق ونجم داخل وأنا أغلقت ونجم دنادرك أنا داري بالبقاء حقي ويني دخلت تحت البطنين ونغطعها ما أنتش دارين لما يقولون أنه هو جالس هكا ولا يدوك هكا أعطي يغني لك لا لا يدوك هكا أنا بس واخر وهي يمت نطر كنت أقول واطلة كنت أقول واطلة أظنني واطلة وأنا أفضل إيدي يسار وهو يضحك ما رجل لا معيش كنت أقول ولا معدي ما بكر أصلي ولا ما أزدق طفر لو يجيني من فالموزل أنا من أول نسي لأخاب نسي هكذا هو ساكت ولا تكلم هو ساكت جالس هكذا ملان زيت و إحنا بالخبر يجي واتقربة ولعت وأنا مقطي بالبطانية هكذا على رأسي ما بدنا عين تغضم تحت البطانية فتحت البطانية هكذا ما دوله كل حوله ولا قوتها لا 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 جاء على هيئة مجنون وبيت جاء أعصى ساحمد الله حقا بي قلتوا ما دي ما ليش الموت والله ما يجي هكذا ما ليش الموت قد قدرين نشقيلك كده على حسب أعمالك قلتوا هزا مجمع دي الله ما الله تعلم الله كل أحد أعمالك ونعم بالله قلتوا هزا مجمع ونت كل مجموع يعني ما دينا لن مالك هالموت فتحت البطانية بيضي تغضر ناس يجي هفرعو علي وقالتوا أنت ما يمشيش لا يعين ليه هكا خلتوا دورتوا ناس والله ما بجيتوا مخلوق يعني عدا الموقع فقتن باللمات بتنساطل عمرك قلتوا هزا الأسة إن هزرها ثانا عبفها حد ايوا الموقف أنا قل ما بتنسيهاش طول عمرك أمداً الله يا ربي هذا الموقف اللي أخوفك يا حبيب زعلتني ما زعل منش لا لا في الإنسان ما مشواحد ما يزعلش في حاجة توقع الإنسان إما يموت عليه إنسان إما بمراض إما معتد أختي أصغير الله والله وإحنا نسعفناها بالسيارة ومعزت بالطريق الله يرحب روحنا هذي لحظة طيب لو قلت لك إيش الأمنيات اللي في حياتك وتحققت الأمنيات في حالة من نعيش مستور دائما يا رب الله ينعم علينا بستور دائما لا شتيني زيادة ولا شتيني نفس عدا قلت شتاتة والثانية نحن نمزح نحن نمزح الله يعطيك العابي إن شاء الله كفي البركة بها طيب ما سمعتنا شي يا ربي حتى قصيدة شعرية لا لا بها قصيدة بس إنها حق واحد حق إيش؟ حق شاعر عبدالرحينا التواجه الله يحظه طيب نسمع قصيدة شعرية منك هذا الشاعر هو كان عيس منها الله الله أم سأحمدك كان بأستاذ وبعدها كان خريج يعني معدل قوي وبه من هي عدلها ضعيف بعدها من هي خلواها الدرس بالقريب والرجال سرحوا هي اسمها تاري القف وصل للقف هالدولة صبوح زو وبسباس والدولة عشاء زوهم وبسباس ما هو كتب جواب لها عند هذا الشاعر حقنا إيش كتب؟ الطائرة الجريح إيش كتب؟ إنها ناس تدرسوا بجولي بسباس والمهل حقي كذا والهدل مني كذا ودرسوا وإنوان هالطائرة مجروح قام الشاعر قال له يا طير يا مجروح أنت شتي تروح تروح والعاصر هويا على كل السفوح سفوح كم من طموح يا طيري في وكره نوح يشتي يطير والجلب العاصر كذير لاش تكتير ناسبت لك نائب وذيء ولمى المؤهل والقفاءة والطبيع وشرب وشرب لاستكير ذيل والمدير لكن عاصر مفتوض مش عام باولي نعني خم الله أيضاً لكون عصري معاصر واعتصر وقتلقى داحدة تلقى لعصر تلقى وسيطك باب شنطن منتظر واستلقى مركات شنوستغرين على حسب قدر الهدية ترقية أما إذا كانت حديقة مغرية ينزل قرارك في جريدة رسمية وحضرت تصلي بعدها وتستقي وسلامتك يا اللهي أتك العافية وسلامتك أنا كنت سعيرة جداً أنا شفتك اليوم الله يحفظ وضحكت والله العظيم من قلبي ما بنساش أن أقول قصة المقنون هذه أبداً أبداً ما خبرتو عليها طالماً أنا كنت أقول له أنا نوم حقاً ونكعناك الله يحفظك إن شاء الله يا رب ويحفظ أبناء مدينة إبا القبيلة الرائعة ويحفظ أبناء ويخارج من كل شر أمين يا رب أيوة أنا مشي للدعوة هذه هادي إحنا دينا ندور لأننا قاعدنا حقاً مثل المنشو الله يسعدك إن شاء الله لما أبكينا وضحنا أبكينا كلنا الله يحفظك ما عاد فيش بكاء خلاص ما حقاً إحنا مبسوطين وينهي أعدائش أمين لحق ما الله حق بالصناعة أمين قلوا يطلعيك مديرة القناة لا لا ما عاش مديرك أنا حقاً عاقلنا نكون أعينش قل مديرة القناة أمين شاكل المديرة هذا المدير المخرج هذا شوان هو يطلع المدير آه ما عاشاً أنت يحمن شي حقاً أنت يتصبحي أنت يجي في أنت الوريث حقيقية علاو الله يرحمه ألف رحمه الله يرحمه العوة بالرحمة ألف رحمه وذاتع لها روحي آمين أول رحمه رحمة الأبر الله يرحمه ويرحم موتانا موت المسلمين هدي لفتة بسيطة بن طهر السعيدة من فقرة هدرع الماشي أسلام الله وشوفك على خير إن شاء الله إن شاء الله ولا تروح بعيد ما زالت لدينا العديد من الفقرات المختلفة كونوا معنا